حبيبي يا رسول الله نبي ألبس الدنيا جمال ألبس الدنيا جمال قاملون 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 سيدنا النبي قاملون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل وهذا الموضوع فيه أحاديث أخرى كثيرة اسمحوا لي أن نستعرضها معكم لأنها داخلة في علامات الساعة قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج يعني القتل وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا فما الهرج يا رسول الله قال القتل آخر حديث في هذا الباب عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادي ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كيفية يقبض العلم أو كيف يقبض العلم لقد بدى لك إذا كنت مصليا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبدى لك إذا كنت مفرفشا معنا أن هناك علامات للساعة بخلاف العلامات الصغرى التي ظهرت ورأيتموها والعلامات الكبرى التي لم تظهر ولن تشاهدوها لأن موعدها لازال بعيدا هناك علامات اسمان علامات الوسطى التي بدأت تظهر فعلا ومنها شيوع الزنا آه لازالت بلادنا الحمد لله مخترمة ولازالت بلادنا ولازال الناس عندهم حياء ولله الحمد أما يشرب الخمر فنحن كدولة عربية وإسلامية المفروض تمنع الترخيص للخمور كمحلات يعني وتمنع دخول الخمور إلى بلاده لكن هذا لم يحدث موجود في القاهرة وفي كل أماكن في مصر أماكن لبيع الخمر رسميتان مرخصة من الدولة كيف رخصوا لها أنا لست أدري يعني أنا حزين لهذا الأمر كأنك تعطي الكبائر مشروعية وشرعنا ما دامت تباع ما دامت تباع الحمد لله رب العالمين لا ينجرف إليها إلا المنحلون أما المتمسكون بدينهم فلا زالوا يتمسكون بقبضة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عندما قال يرفع العلم العلم لا زال كثيرا لم يأت وقته ويثبت الجاهل لا يعني هذا لم يحدث العلامات اللي ظهرت معزلة يعني في شيوع الفاحشة ده حصل وانتشار الخمر لكن سيأتي وقت يرتفع فيه العلم حتى يصبح الناس صباحا فيفتحون المصاحفة فلا يجدون فيها كلاما صارت المصاحف بيضاء من العلامات الوسطى التي في حكم العلامات الكبرى وعندما يأتي ذو السويقتين ويخرب الكعبة وينفضها حجرا حجرا حتى يصلها بالأرض هذه علامات صغرى في حكم الكبرى أما ظهور الهرج والقتل فقد زهر قل لي بربك الحرب بين أوكرانيا وبين روسيا الإحصاب بتقول الذين ماتوا من الطرفين يصر المليون واحد بيزا من قتلوا الحرب اللي في السودان حاليا أهلاف القتل في الشوارع لا يجدون من ينقلهم ومن يدفنهم الحرب في اليمن من يدفعه فاترته الحرب في ليبيا الحرب في سوريا فطبعا ظهور الهرج والقتل بصورة عظيمة موجود في أمة الإسلام للأسف يعني حتى لا يدري القاتل السفاح لماذا قتل ولا يدري المقتول للمسكين لماذا قتل ما الزنب الذي فعل هذه من علامات الساعة الوسطى 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 في الحرب العالمية في الحرب العالمية الثانية أباد هتلر ملايين البشر وهم لا يعرفون لماذا قتلوه ولا يعرف لماذا قتله وهكذا ظهور القتل من علامات الساعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أما ظهور الفتن التي أشار إليها الحديث معنا فهذه فتن لا خلاف عليه امسك المحمول فقط تتشرف تنفتح يعني من الشرفة على محرمات الحرمات لم تكن تسمع بمثلاه في حياة المحمول يجلب عليك فتنا مرة لو حب لك أن تراه أجساد عارية وأفلام إباحية وواواواواوا فتن فتن شديد من انجرف إليها دخل فيه ومن دخل فيها أهلكته ومن أهلكته الفتن ضاع منه الإيمان فسلب منه الإيمان فصار بغيضا عند الله وصار مسخوطا عليه من الله ومن رسوله إن الكلمة تدخل صاحبها النار ما بالك بالنظرة ما بالك بالانتشاء ما بالك برد الفعل مع المشاهد القزرة النظرة الكلمة كبرت كلمة 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 تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله نبي ألبس الدنيا جمال ألبس الدنيا جمال قمالون 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 سيدنا النبي قمالون محمد تحيا القلوب وكتفع الخطايا والزنوب